موسيقى موسيقى ازايكم اجماعة وطبعا انا بسقف ليه توماس توخل و تشيلسي بطل دوري ابطال اوروبا لتاني مرة في تاريخه بعد 2012 مباراة اسطورية لتوخل توخل يعني مسح جوارديولا باستيك يعني توخل يعني جاب كده جوارديولا وفرت سيتي كلها وحطهم في جيبه وقفل عليهم وروح واخد الكاس وروح ماتش اسطوري لتوخل ويستحق الفوز بدور الابطال بنسبة 100% مانشستر سيتي ما عملش اي حاجه في الماتش تشيلسي يستحق البطولة الف مبروك لكل جماهير البلوز وهارد لك للي بيحبه جوارديولا واللي بيشجعه مانشستر سيتي عندنا النهاردة كلام كتير قوي هنتكلم فيه بس قبل ما نتكلم في اي حاجه وقبل ما ندخل في التفاصيل لو انت مرة تفرج عليها ام سابسكرايب وضايك وشير افتح جرس التنبيهات وتنسى ديها في السوكة عن استجرام او متخلص الحلقة انزل تحت بص في الكومنتات وتفرج على حلقات ديها في السوكة ستسمع هناك حكايات الاول مرة ستسمعها او سمعتها مرة كده بالصدفة احنا بقى عايزين نعمل حملة كلنا لنجولو كانتي اللي هو يبقى احسن لاعب في العالم انا عايز اعرف دلوقت يا جماعة هو كانتي ليه ما ياخدش احسن لاعب في العالم هو لازم اللي ياخد البالون دور يبقى مثلا بيسجل اجوان وهدافه بيرقص حلو كانتي ده بيعمل كل حاجه في الكورة انا في حياتي ما شفت لاعب كده يعني انا قعب اتفرج على كورة من مثلا الفين واثنين لحد النهاردة هو والله ما شفت لاعب بالنص ملعب بالشكل ده لعيب بيعمل كل حاجه في الكورة مفيش اي حد عارف يعدي منه يعني هو في الماتش بتاع النهاردة لا دي بروين قبل ما يطلع ولا فودن ولا جندجان ولا بيرناردو ولا اي حد مفيش اي حد قادر يعدي منه اللعيب ده جماعة لعيب مزهل لعيب يعني فلازي لعيب مش طبيعي فعلا بجد والله انا بتفرج بقول بيجري كمية جري غير طبيعية بيقيت على الكورة من اي حتة مش بس بيقيت على الكورة لا يا بشي ده بيقيت على الكورة وبيجري بيها من لجون لجون ويعمل اسيست ويرقص وفع الكورة يبقى محطة ويعمل ترانزيشن ايه الراجل ده؟ يعني هل ده يا جماعة لعيب عادي زينا؟ يا طيب مش زينا انا كنا مش تعيب كورة يعني بس اقصد يعني زي بقية اللعيبة مش طبيعي فعلا بجد والله حرام ان كانتي ما ياخدش احسن لاعب في العالم وانا بصراحة انا عايزة لا بقى ترئيسة ولا كوبري ولا شوطة انا اقعب اتفرج على انه قوله كانت مطبق عليه الراجل فعلا بقى يعني ايه؟ ده ناقش يجي يغطيني في البيت ده هو غطى الملعب كله غطى الارض وغطى المية وغطى ملعب درجاء وغطى ايه تشيلسي كلها اخدهم تحت اللحاف ويعني افضل انا كمان اخدني معايا بتحت اللحاف بصراحة ففعلا يا جماعة لعيب مش طبيعي ويعني بختي تشيلسي بصراحة صفقة يعني من احسن الصفقات اللي عملوها في حياتهم بصراحة يعني فكانتي يعني كنت لازم ابدأ الكلام عنه لانه بصراحة عمل مطش كبير جدا وعمل موسم كبير جدا وده الطبيعي بتاع كانتي اللي هو حتى في اسوأ مستوياته يعني ايه بيقفل لأي حد وفعلا يا جماعة انا شايف بعد كده ان الدورة الانجليزية بقى الاتحادة وبتاع الموناس هناك وبرضو في دورة الابطال اوروبا اللي هيعدي من كانتي هنحسب الكرة جول بجد لان كده فعلا مش طبيعي يعني فعلا محدش عارف يعدي منه خالص لا بوشه ولا بضاهره ولا بقفه ولا بأي حاجة فعلا يا جماعة نقوله كانتي مرعب لعيب مرعب خلصنا كانتي نخش على تخل تخل يا جماعة اللي استلم الفرقة في شهر واحد وهم في المركز التاسع في الدوري وبعيد عن المركز الاول ب 11 نقطة يتأهلوا لدور الابطال يفنشوا يعني في المركز الرابع في الدوري وكمان بيحرزوا دوري ابطال اوروبا بعد ما تخل ميسيك المهمة بحوالي 5 شهور طبعا ده انجاز مرعب لو جبت اي حد او اكثر المتفقلين في جمهورة شيلسي مكانش حد خالص توقع كده انت حتى يعني هو تخل كده صراحة يعني ففعلا يعني موسم متغير تماما من موسم يعني فيه مشاكل مع لامبارد ومشاكل وشكل في الدوري مش حلو واني فيه سلبية كتيرة عشان يجي تخل الراجل بيغير شكل الفرقة انا بصراحة مش عارف ازاي باريس سان جرمان سابه الراجل ده يعني والسان اللي فاتت لسه واصل نهائي ماتش باريس وبايرن وخسروا في الاخر من بايرن ولكن الراجل عطول في حوالي 8 شهور او اقل الراجل بيخد دوري بطال اوروبا ولكنه يعني كان لسه خسران من كام شهر فبصراحة فعلا شابو لتوماس تخل اللي حقق الفوز الثالث على التوالي عبيب جورديولا ماتش النهاردة الماتش بتاع المص نهائي الكاس الماتش بتاع الدوري يعني في 3 ماتشات وراء بعض تخل تفوق على بيب جورديولا يعني الراجل علمه الادب وعلم عليه 3 علامات في كل يعني كل منطقة فيها علامة فبصراحة فعلا يا جماعة تخل مدرب تقيل مدرب يعني تعلب مدرب يعني التاكتك بتاعه عالي قوي وهنتكلم دلوقتي ونقول هو عمل ايه في الماتش وازاي تفوق على جورديولا اما بقى عمينا جورديولا فانا عايز افهم حاجة هو انت لو مهبتش في المرسطات المهمة هيقوله لمهبتش اهو يعني انا عايز افهم دلوقتي انت يعني في خطة معينة بتلعب بيها او في شكل معين ليه لازم تهبد وخصوصا ان انت حتى كمان لما لعبت بحاجة شبه كده في ماتش باريس شوط الاول بالذات كنت سيئ جدا فليه يا جورديولا بتحب تهبد انت دلوقتي كان بقى لك فترة بتحاول تاخد دولة الابطال فشلت مع بايرن فشلت مع السيتي واخيرا خلاص وصلت النهائي اللعب بقى من غير ما اتقلف يعني اللعب بقى حط العبوة في اماكنها ولعب يا باشا الجيم وخلاص بقى كسبت خسرت اوكي انما ليه بتهبد؟ انا دلوقتي هنتكلم على الماتش ونشوف جورديولا بدأ الماتش ازاي؟ بدأ الماتش مفيش لعب لقم ستة وانا مش فاهم ازاي انت بتلعب قدام فرقة ملعب دفاعي بتلعب في نص ملعب بمين؟ جندجان برناردو وطبعا قدام فودن وديبروين والطرفين محرز وستيرلنج طب معلش يعني انا اسف مين اللعيب اللي هيرجعلك الكرة؟ مين اللعيب اللي هيتعب كرة من لعب تشيلسي؟ مين اللعيب اللي هيقامن زون 14؟ مين اللعيب اللي هيحمي خط الدفاع؟ مفيش ما انت ماشي بتلعب بجندجان اصلا اللي ماشي بأكاز وبرناردو اللي هو اصلا تايا ما عرفش هو بيلعب كرة ليه؟ فانا مش فهم بصراحة انت بتلعب ازاي؟ يعني خطة غريبة جدا جدا وحتى لما لعبت بنفس الخطة دي في ماتش بها رئيس كنت بتلعب ماتش العبت في فرنديني وماتش تاني برودري يعني على الاقل بتلعب لها بواحد بغرض النظر عن شكلك الهجومي ولكن يعني انا مش فهم بصراحة انت كنت تتفكر ازاي؟ نيجي بقى على الحتة الهجومية طيب انت دلوقتي طول الماتش ديبروين وفودن اتنين مهاجمين لهم بيخترقوا في العمق لهم بينزلوا يستلموا انا بصراحة انت بصراحة انهم هم بيعملوا ايه؟ يعني انا بصراحة مش ادرا افهم فودن وديبروين لحد ديئة ستين بيعملوا في الملعب مالهمش اي تواجد يعني الفكرة كلها بتروح لستيرلنج او محرز على الاطراف عمليه ستريتش وزن شنكو بيخش تالت في قلب الملعب جمي جوندوجان وجمي برناردو والخطة تقلت ثلاثة وراء ووكر ستونز وطبعا روبين دياش وستيرلنج فاتح ومحرز فاتح وبرضو مش عارفين يختاركوا دفاع تشيلسي نروح بقى الناحة التانية تشيلسي تلاتة اربعة تلاتة بتتحول في الحالة الدفاعية لخمسة تلاتة اتنين او خمسة اتنين تلاتة وتخل عمل حاجة مهمة جدا ايه هي؟ تعال يا كنتي تعال يا جورجينيو مش عايزكوا تسيبوا مساحات في ظهركوا كمان تعليمات لأسبلكويتا وريس جيمس والناحة التانية برضو روديجير وبينتشيلول مش عايز اي مساحات ما بينكوا عشان خاطر انطلاقات محرز وستيرلنج او اي ان كان من اللي هيلعب او فودن او دي بروين فهم دول اهم مساحتين بيلعب عليهم جورديولا تدخل كده افهل عليهم بالضبع من المفتاح مفيش باشر مساحات ولي هتلعب ازاي؟ وفعلا السيتي قاعد طول المطش غير شرطة واحدة بس بين الثلاث خشبات طيب الفرص اللي عملها او عمل فرص ولكن الفرص دي اللامسة الاخيرة كانت لعب تشيلسي بتيطاعها يعني اللامسة الاخيرة بتتلعب عشان بقى لعيب يخش يشوت او يترجم الفرصة دي لهجمة او يعني لحاجة حقيقية او تزديدة عجون بتلاقي هوب لعب تشيلسي طلع كده انشقت عليه الارض واقفوا قدام الكورة وشلها ففعلا بصراحة جيم تكتيكي عالي اوي من تخل ولعب تشيلسي اللي مدوش اي فرصة لعب تشيلسي ان هم حتى يعملوا فرصة كده كاملة يعني ايه اسست واحد يشوت الكورة يشيلها من دي تي جنب العرض لا مفيش دايما في اللامسة الاخيرة وعند اللامسة الاخيرة بيجي لعب تشيلسي بيقطع الكورة يعني ذكاء تكتيكي من تخل عالي جدا وتركيز عالي جدا من لعب تشيلسي وبالاخص روديجر اللي عمل مطش كبير وبصراحة عمل موسم كبير جدا من ساعة وجود تخل وهو تحول بقى يعني لعب تاني خالص ودخل في اكتر من كورة تايمينج عشرة العشرة اللي هو تدخل في الوقت ده كانت الكورة بقت فرصة حقيقية الهدف فبصراحة فعلا لعب تشيلسي وتخل نفذوا تكتيك عشرة على عشرة دبح لعب تشيتي طبعا الشوت الاول يعني لعب تشيتي قاعدة مسكة كورة وعمالها تنقل وبتاع معرفش ايه بس مش عارفين يخترقوا ابدا دفاع تشيلسي بسبب اللي انا قلتو ده ويمكن الهجمة الوحيدة اللي اتعاملك كان لونج باص من ديرسن ورا عملها اللي ستيرلينج اللي خطف ريس جيمس وراح في المساحة ولكن اللحقوا في الاخر بعد كده يعني حاولوا في اكتر من كورة ان هما يوصلوا للجنوة لكن فعلا لعب تشيلسي كانت واقفة صح جدا طيب ان ناحية التانية لعب تشيلسي كان عندها زكاء كبير جدا في التحرك في ظهر نص ملعب سيتي في ظل غياب فرناندينيو ورودري اللي عدينا عددك وبيعملوا كل اللي هما عايزين وهنا بقى نتكلم على فيرنر فيرنر انت تعرف اللي تأثره يعني هل انت مثلا فيه بينك وبينه علاقة اخوات في الرضاعة اي حاجة انت متأكد يعني فعلا فيرنر بيعمل كل حاجة في الكورة الا انه هو يسجل هدف يعني بيتحرك كويس بيخلق مسحك كويس بيحط نفسه في اماكن توديه للجن كويس الرجل بيحجز كل حاجة انما يوصل عند الجون ويضيع فيه كورة طبعا اللي عمله ماونت في شط الاول الرجل يعني لو شطها في اي حتة يعني انت بس شطها بس يعني يعني ايه تقريلك عليها شوية الكورة تروح جون لان الرجل ايه بيباصيها كده كورة تانية برو تلعويت له بالعرض ايه من بين شيلول بيشطها بيمين وخاطب في شماله فانا بسرعة مش فهم ايه ده ففعلا فيرنر كان بيعمل كل حاجة تحركات بيهرب بيشد معه واحد ويخلي هافرتس او ماونت يخش مكانه تحركاته مثالية مثالية لكنه على مستوى الفينشينج ضايع وليد اظهره حرفيا ويأتي هنا بقى الجون الاول ومتعة الجون الاول لتشيلسي ثلاث بساط ثلاث بساط من تشيلسي من مندي لمن تشيلول لماونت عمل سروق في العمط رهيب والله العظيم عمل سروق بالمسطرة لهافرتس اللي قطع طبعا في المساحة الكبيرة جدا في وقت ما الخطة بتقلب ثلاثة بابين ستونز وبابين طبعا دياش واخد الكورة وراح وفيه طبعا فدان بابينهم هما الاثنين اخد الكورة رأس ادرسن وحط الكورة جون هدف وفعلا يا جماعة لعبة تشيلسي يعني اعتبر شاطه على الجون حوالي ثمان كور منهم اثنين انتارجت ان حد تانية او سبع كور منهم اثنين انتارجت ان حد تانية الستيتي ثمان كور منهم واحدة بس انتارجت فرص او التزديدات متساوية بين الطرفين الاستحواس كان اكتر للسيتي ولكن الايجابية والتأثير ده على المرمى كان صفر لعبة لعبة تشيلسي كانت بتتحكم في الريتن لعبة تشيلسي كانت بيعمل كل حاجة جورجينيو حتى رئيس جيمس مع كمان الاصوات اللي حصلت سواء بالنسبة طبعا ليه فقاو ماتش تاجو سيلفا دي بروين حتى بصرحة روديجير يعني اداله بنية في عينه زرف وبنية في عينه وكده بصرحة روديجير مش عارف هو عمل اف دي بروين فكده يعني احتكاك حاسته ان هو عادي واع في الارض قام لقيت عينه وارمى ودايخ ومش قادر يمشي فرديجير بصراحة خلص عليه لحد كان عارف يعدي واحد ولا حتى قاعدين يخلاقوا فرص وحتى الافراد كلها كان لعبة تشيلسي لعبة تشيلسي يا جماعة اتفرجوا على الخمسة وقفين ازاي لو واحدة الكرة عادت منه بتلاقي تاني بتلاقي كانتي وجورجينيو محميين خط الدفاع ومش سميين مساحة في ظهرهم دائما بتلاقي عطول اني ماونت وهافرتس وحتى كمان انفيرنر لما الكرة مش مقاون كلهم بيرجعوا تحت الكرة ومفيش اي مساحة اللي عيبت السيتي انها تلعب فيها فبصراحة يعني شابوه اللي تخل والعبة تشيلسي يستحق البطولة دي بنسبة 100% ودرس تاكتيكي لاي مدرب عايز يقابل جوارديولا ازاي تقدر تقفل وطبعا جوارديولا ساعده في ان مفيش خط نفص الدفاعي ومفيش يعني اي ابتكارات انت عمال طول المطش عمال تلعب العرضية تلعب العرضية طب يا باشا انت اصلا ما عندك اطوال تاني حاجة هم يعني متمركزين واكتر جوار المنطقة طب يا باشا فين العرضيات الارضية طيب فين تسديب من بره المنطقة مفيش اي حاجة مفيش اي حلول طبعا ليه لانك ما قد تخصص بره بتلعب بفودن وديبروين اللي هو بيحرك كل حاجة في الملعب رميء قدام في ظاهر كانتي لو اصلا كانت ببطاله كورة يعني مفيش ويوم ما فكرت ترجع ورا شوية اتصاب وخرج وفودن فين وفين لما نزلت بعد كده اي بقى اجوير وفنندينيو عشان تلحق نفسك لكن برضو لقيت تشيلسي كانت وقفة صح وخلاص لقبة سيتي كانت فياصت انت عمال بتحرق في منزين لعبتك لحد ما كلهم فياصوا فبصراحة فعلا يعني مطش مستحق وانا بشوف ان المطش مكانتش متكافئ لا تشيلسي كان اعلى بكتير وجات له فرص اخطر بكتير برضو شوط التاني جات فرصة البولي سيتش كان ممكن يخلصها برغم استحواز كامل للسيتي ولكن كل الفرص الخطيرة كلها كانت لتشيلسي فرصتين لفيرنر فرصة طبعا لبولي سيتش وغير طبعا الجون اعتقد ثلاث فرص مع الجون لو كانوا يدخلوا كانوا بقى اربع صف مبروك لتشيلسي مبروك البلوس بعد يعني فترة من مفيش تعاقدات ومشاكل ويقاف من الويفا وبعد كده يرجعوا يعملوا صفقات يجيبوا هاورتس ويجيبوا زياش ويبنوا فرقة وطبعا مع لمبرد يفشل فيجيبوا طبعا تخل تخل في ستة شهور يطلع بالفرقة المركز التاسع المركز الرابع وبعد كده يكسبوا من دور الابطال موسم يعني تاريخي عمره ما يتنسي لجمهير تشيلسي ألف مبروك لكل جمهير تشيلسي وهاردلاك للسيتي عقدة دور الابطال لسه ملازمة جوارديولا هنشوف هيفكها امتا؟ الراقل كان بيحاول ان هو يصل للنهائي ولما هوصل خسر وده طبعا اول نهائي لعابه سيتي في تاريخه هنشوف هل يقدر ان هو السنة الجاي يوصل ويكسب البطولة لو بطل فاتسي وهبد ممكن نساعدها يعني ايه نتكلم في الحوار ده اعتقد بالوقتي خلاص الموسم في أوروبا انتهى وكلها كام يوم ويبدأ اليورو وطبعا المجموعة النارية اللي فيها البرتغال والمانيا وفرنسا هكيد كلنا نتفرج على البطولة دي بطولة تبقى قوية جدا لكن خلاص كل ساونت مطايبين الموسم الاوروبي انتهى وهنستنى يوم 11 ستة عشان تبدأ اليورو لو انت ام مرة تفرج عليها اقم سبسكرايب ولايك وشير وفتح جرس التنبيهات ولا تنسى ديها في السوكة عن استجرام او متخلص الحلقة انزل تحت بوص في كومنتات هتلاقي اللينك دوس عليه اعمل الفولو واتفرج علي حلقات ديها في السوكة هشوفكم ان شاء الله الحلقة اللي جاية سلام